نروح لصحيفة أخرى صحيفة الوطن والتي تكلمت عن المؤتمر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المصرية والحديث عن الاستثمارات في مصر المؤتمر الاقتصادي أهمية هذا المؤتمر من الناحية الاقتصادية وأيضا المناقشات اللي بتدور خلاله فكرة أنه الكلام أنه احنا عاملين مؤتمر عشان عندنا أزمات مش موافعة عليه يعني إذا استبدلنا كلمة أزمات بلفظ تحديات تبقى أوقع لأنه عندنا ممكن تبقى مشاكل في الأسعار مع التجار الجشعين مع تدعيات كورونا مع تدعيات الحربة في أوكرانيا لكن كتير زينا نفس الحالة وكتير عندنا إنجازات كبيرة ففكرة تصدير الأزمات لوحدها على المشهد غير دقيقة وغير صحية وبالتالي فكرة أنه عندنا تحديات مطلوبة أنه كل مصر خصوصا الخبراء الاقتصادين ينقشوها فكرة يعني منطقية وفكرة مطلوبة في الفترة دي وليبقى فيه أراء مختلفة وفيه أحاديث عن إيه المطلوب في المرحلة القادمة أو المقترحات لمرحلة القادمة للتحسين بالضبط نحن عندنا مثلا الصناعة الحمد لله دولة 11 سبعة من عشرة في الناتج القوم الإجمالي ما كانش هذا الرقم 28 سبعة من عشرة نسبة العمالة في الصناعة الصناعة بس ما كانش هذا الرقم موجود فده محتاج مناقش إزاي يتطور لأنه نعملين 18 مليار دولار صدرات صناعية من ضمن الـ 32 مليار وشوية اللي اتحققها والسنان اللي فاتت السيادة الرئيسة عايزهم الضعف عايزهم 35 مثلا عايزهم 30 السناد أو السنة اللي جاية ده لازم يتنجي تعمل إزاي مشاكل الصناعة نفسها توفير الخمات المحلية توطين الصناعات إنه يبقى عندنا مناطق محددة فيها صناعات محددة زي ما كان عندنا كده أو موجود دميات الأساس سيوط السجاد والكليم مش عالف المنطقة الفرنية فيها كذا توطين الصناعات ده مطلوب هو مهم لأن إحنا يعني لو رحنا مثلا الأقاليم أو الولايات في الصين نفس القصة تروحي الهند نفس القصة موضوع التخصيص الوظيفي اللي عمل ده اللي نفس السيادة الرئيسي يعمله هنا في مصر ونشوفه موجود ده محتاج مناشة السياحة إزاي نحول يعني كل الإنجازات اللي اتعاملت مع الأثار وكل الإنجازات اللي اتعاملت مع المتاحف ودي محتاج الكلام طويل جدا إزاي يتحول ده الأرقام وفلوس يبقى عائدات للسياحة ده محتاج مناشة فالصدرات إزاي إيه المشاكل المعوقات عندنا دعم صدرات عندنا حلول جمهورتية يبقى محتاقة لطرح الأفكار بالضبط كده لأن احنا نشوفه كم ملف ممكن نتفتح نعم في هذا الموضوع نروح لصحيفة أخرى وهي صحيفة الدستور وتناولت ملف حياة كريمة ودور المبادرة الرئاسية في توفير الأدوات الدراسية والتخفيف عن كهل المواطنين وفرحة الأهالي حياة كريمة في الحقيقة دايماً بتكون معنا دائماً في كل المناسبات وكل المناطق دي بنسمعها دلوقتي بابا نويل المبادرات المصرية يعني معيار هو مصدر البهجة لملايين المصريين أولاً طبعاً منذ بديتها في يعني 2019 للنهارة تشوفي حاضرتك ابتدت سبع محافظات في الصعيد 43 قرية زادوا 245 قرية زادوا 372 قرية لغاية دلوقتي بقينا أكثر من 4,885 قرية لأن النجاح بيغري والنجاح بيعدي والنجاح خلى حتى محافظات الواجه البحر تقول إما إحنا مش معنا مش عندنا كمان حياة كريمة فعلاً فيه محافظات كتير تقول إحنا كمان عايزين نبقى موجودين في حياة كريمة بقى دلوقتي 60 مليون بالضبط وجوه المحافظات فيه مراكز فيها ومراكز لأ المراكز اللي مش فيها تقول إحنا مش معنا إحنا مش عندنا حياة كريمة لكن الحمد لله منذ يعني أول طلعة في المبادرة والبعد الإنساني الموجود يعني بعد الخدمات الطبيعية آه موجود صرف صحي مياه شرب كهرباء طرق كل ده موجود من الأول لكن البعد الإنساني مصاريف مدارس أدوات مدارس عمليات جراحية أطراف صناعية كراسة متحركة كل ده من أول نظرات طبية عمليات جراحية في العيون الكبار السن كل ده من أول لحظة موجود في المبادرة وفكرة المدارس دي كمان بتزود الفرحة يعني هو الولاد بيبقوا فرحانين بدخول المدارس كون أن الأهالي ما يبقاش عليهم العبء المعتاد ده الوحده كمان بيكون فرحة بزرح أنك ترفعي هذا العبء عن كهل الأسرة المصرية خصوصا يعني الغير القادرين زود بهجة دخول العام الدراسي يا رب بإذن الله طيب صحيفة اليوم السابع اتكلمت عن صدرات الملابس المصرية تحت عنوان صدرات الملابس المصرية لأمريكا تسجل 820 مليون دولار بزيادة 38% الملابس المصرية على فكرة فعلا بتحقق نجاح كبير جدا في الدول الأجدبية وفي أمريكا بتلاقي بما أن احنا منتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية بتلاقي ميدن إيجبت من أغلى السلع الموجودة في الملابس أو من أغلى الأنواع الموجودة عشان الجودة وعشان التاريخ الطويل في هذه الصناعة وده يستني كمان لسه يعني الشغل اللي معمول لاستنهار صناعة النسيج اللي بيتم بإشراف سيد الرئيس في 2023 بقى إن شاء الله نشوف النتائج لأن 21 مليار ضخت عشان استنهار صناعة النسيج بكل مراحله زراعة القطن الأول وبعد كده الحلج وبعد كده الغزل وبعد كده النسيج لكن الأرقام الحمد لله مبشرة يعني لحد تلك الرقم اللي قلتيه ده في أول ثمان شهور لغاية الشهر اللي فات لكن أول سبع شهور بقى من يناير ليوليو إحنا مصدرين بمليار وربعمائة واربعين مليون نفس الفترة من السنة القابلية واحد وعشرين كانوا مليار وستة مليون فدي زيادة خمسة وثلاثين في المئة في يونيو اللي فات مصدرين بمتين وثمانية وتساني مليون كانوا متين وواحد فعندنا الأرقام بتقول أنه في زيادة كبيرة بالمناسبة يعني حتى لو حد قال أصدر خاص بالولايات المتحدة لأ أوروبا نفس الحكاية 266 مليون نفس الفترة كانوا قال 221 مليون نفس الفترة من السنة اللي فاتت فعندنا نهضة في أو يعني زيادة كبيرة في أو زيادة ملحوظة في موضوع صدرات القطنية أو صناعات النسيج تحدي أو الملبس يعني نعم